شن عناصر تنظيم داعش الإرهابي هجوما صباح اليوم على مواقع تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي مصادر أعلامية محلية أفادت بأن التنظيم الإرهابي شن هجمات عدة على مواقع الميليشيات اللبنانية والعراقية والإيرانية في بادية مدينة البوكمال شرق دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية وعلى الجانب الآخر شنت طائرات التحالف الدولي غارات جوية عدة على مواقع داعش عند الشروط الحدودي بين سوريا والعراق بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الاشتباكات هذه تزامنت مع معارك عنيف بين تنظيم داعش والقوات الديمقراطية في بلدة هجين التي تعرضت لغارات جوية من مقاتلات تابعة للتحالف الدولي